يعني ايه واحد يخش الجامعة كده من غير ما حد يسألوا انت مين وراح فين؟ ايه؟ وكانوا غير مواب؟ وكمان يتعامل مع الطالبة ويهددهم؟ احنا فين انا؟ حضرتك شفت في الكاميرات احنا مش لاقيينه حضرك في الكاميرات خالص نعم وده رد يعني ايه مش لاقيينه؟ نقط منها تصور؟ ايه ده بس حضرتك احنا الجامعة كبيرة والشباب كلهم كبار وبعدين مش اطفال صغيرين في حضنات عشان نعلمهم كاميرات في كل حت وبعدين ليه زياد متأكدش من الشخص اللي كان بيكلمه اوه زياد من الصغير برضو حضرتك اه عندك حق ما احنا المفهود قبل ما نعطوكم ولادنا نعلمهم ازاي الاول يمهم مخبرين عشان يتعاملوا مع النشالين والحرامية لازم تعرف يا أستاذ ان ده دورك انت بتاخد مرتبك من المصاريف اللي احنا نتفعها بدون اعرف حضرتك لم اقولتش كده انا بقول اقولي ولا اقولك خلصت على كده ولو انتم مش عارفين اتح مولادنا احنا هنعرف ازاي نحميهم يلا زياد 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 تعال اوصلك قلتلك مش اروح معاك زياد زياد ده ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده يعني مش هنروح معايا من ساعة ما جيت واحركتني فوسك الميس انا احركتك؟ اه وبعدين انا المفهود اللي اسألك مين الراجل ده؟ اولا لو كنت عارفه كنت جيت هنا يا سلام هيكون مين يعني؟ غير واحد من البلطاجية ودجار الفلوس اللي انت تعرفه وبيساوه مجبيا ده ايه اللي انت بتقوله با؟ انت عارف انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك فاكر ان احنا لسه صغيرين زي زمان قبل ما تخش السجن بس احنا عقلنا وكبرنا لكن انت صغير تقوي في عانينا خلاص دقت بيك الدنيا ريم بنت صاحبك عشرة عمرك ياخدي كانت مفكرك يا بوا بكتش تتكلم في الدنيا على حد غيرك امشي امشي وانسى اني لك ابن بخت وانا كمان هنسى ان انت كنت ابويه امشي انت اخر واحد كنت افكر ومشوفني كده وانت تصدق برضو ازياد ان اخيلك هيخوه صاحبه وانتو طب قولي كدبني يعني ما هي اما انت لا اما هي امشي امشي تشوفلي جرد يمشي اراضيات زي در في الجامعة في كل حد فاهمت امشي 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 انا عارف ان حضرتك مستغرة بالمقابلة دي بس في حاجة مهمة وصلت لها ولازم ااخد رأي حضرتك فيها ما روحتش بيها ليل محمود بيه اولا انا شان سيادتك اللي طلبت مني الحاجات دي قبل ما تتبه اتاني حاجة انا شايف نسيادتك قبلة بكل المعلومات دي ليه ايه ده ملاف فيه اسماء مدرين البنوق والمحاسبين اللي اتحقق معهم بخصوص تهريب الفلوس بعد الثورة عزة منصور وفيه خمسة جمال اتتصلوا زيهم بس مهمش اي علاقة بيه ولا حتى عمرهم قبلوه فيه اتنين منهم بقى اكملوا بعدك لشغل عادي لحد ما سابوا الشغل وسبوا الشغل ليه مراد سيد رفاعي مات في حادثة عربية من سنة ونص وفي نفس السنة ممضوح سيد خرج من بيتهم واختفى مرجعش تاني ومحدش يعرف اي معلومات عمه حاجة حلوة الول مات والتاني انتحر والثالث اختفى ايه الجمال ده؟ وبرضو مش هو ده يا فندم اللي كنت جايلك عشانا كل معلومات ده انا كنت اعرفها من زمان الغريب في الموضوع انه قسر التلاتة دول متعين عليهم مراقبة من عندنا من الدخل ايه طالب المراقبة ده خرج بتوصية من المكتب اللي هو صاد لا لا يا فندم ما اعتقدش اصلاً قرار ابض عليه خرج من مكتب اللي هو صاد دي لاعبة واطل عبت علينا رح يمي يدخل السجن عشان يبقى في حماية من نظام عايز يمحي كل اوراق فساده وبعد انما الوضاع استقرد يخرج ويش حياته وده يفسر الصود رح يمي السريع بس يا فندم من استنتاج ده يخض قوي وما يفعش حتى نفكر فيه غير ما يكون معنا ده ليه قوي هو ده اللي هندور عليها خالد هو ده هلو انتوان كيفك؟ يخرب حالك لسه فاكر صوتي والله يا عصيل انتوان جبت رخمك منين؟ اظن السؤال ده عيب قوي لسهل الرحيم السوفي انا منيح بقولك يا حبيبي انا مش عايزك في الشغل انا طالب منك خدمة هبعت لك رخم حساب في بنكة عندكم في انجلترا كنت عايز اعرف صاحبه مين اه بس خلي بالك انتوان انا عايز اعرف اسم صاحب الحساب ده انبارح مش دلوقتي تمام ربنا خليك معلم سلام داليا يا داليا مالك في ايه؟ مالك رحيم فيه سر كنت مخبية عليك طول السنين اللي فاتت السر ايه؟ داليا انا حب ليك يا اوه من اي سر مهما كان انا السبب منتوختك عزيز طيب واسعاتك بقى هنعمل ايه الموضوع اللي هو صادق ده؟ ده محتاج تفكير يا خالد عشان ما حدش يفتكر انه بتدايه لما راضيها تساعدت مني وبندايه ايا بش بس احنا كده كده مفيش حاجة في ايدينا من قدر نعملها ده كمجرد استنتاج من سيادتك يعني حتى لو حابنا ناخد اجراء ضده مش هنقدر فيه سكة كده بفكر فيها ع توصلنا الحاجة كويس سكة ايه بقى معنك؟ ده متأكد منها بقى عصد سيادتك تتأكد مني مش كده؟ مش حاجة ديبعليك يا باشا انا مش وثق فيك ما في الماء عنك حقا وانا كمان مقدرش اقولك خلي بني معاك وفي صفك مش عايزك تعمل اي حاجة غير اللي انت شايفة صحا طب في الوقت الحالي سيادتك عايز نعمل اي حاجة يعني بحد ما تشوف حل؟ خليك طبيعي واي حاجة يطلبه منك نب في صغر تمام عليك واحنا راحين فيين كلا سيادتك حتشوف طول عمرك متسرع باشا اكتعلم من سيادتك كلها ما كانش قدامي طريق غير كده ما كانش قدامي طريق غير كده كنت الواحدي ما كنتش لسه عرفك كنت بشوف قدامي اغلى رجل في حياتي بابا بيروح مني وبديع وليه ما مفتنش كل ده؟ عشان ما كنتش عارفة ما كنتش عارفة اذا كان اذا كان لازم تعرف الموضوع ده ولا لا كنت بقول لنفسي هيستفد بايه لو عارف مش هيحصل حاجة غير انك تتوجع حتى تتوجع ومش هتعرف تأذيني عشان انا عارفاك وعارف حبك لي عامل ازاي كنت بقول لنفسي انا حق زي رحيم لو قلتله بس لك كنت بكتب بكتب عشان كنت خايفة من اللحظة اللي احنا فيها دي بس الحقيقة اني انا كنت محتاجة اتكلم يعني انت كنت السبب من زيادة ربا من غير ابوه وامه علي كنت عارفة ان عمرك محد سمعني علشان عارفة غلوة عيلتك عندك عام ازاي وخصوصا زياد بس انت لازم تعرف اني كنت بعمل كده عشان احمي عيلتي مش انا لقلت لذكريا تاجر في المخدرات دي الاسباب اللي كنت بتقوليها لنفسك مش كده مجزق ازاي اقصاد مجزق سيطل اقصاد 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 شكرا